اشتركوا في القناة 20 مل من عصير الحموط و20 مل من عصير البرتقال 20 مل من زيت النباتي و15 مل خلط بفاح بدي حط مع الأصغيرة من بودرة الكمون بدي حط نص مع الأصغيرة من بودرة الزنجبيل ربع مع الأصغيرة من الهال ونص مع الأصغيرة من البهار الأسود ونص مع الأصغيرة من بودرة البصل مع الأصغيرة من البابريكا نص مع الأصغيرة من قرنفل المطحون ربع مع الأصغيرة من القرفة ربع مع الأصغيرة من القرفة وهلأ بدي حرك البهارات حتى تدوب كل التكتولات أو عندي هون كيلو من لحم العجل أو الأي فيلت مقطع على شرائح رفيعة رح نزلها فوق الخلطة وراح أدعك بهالشكل حتى يتشرب كل الصوس وأنا ما بحط ملح أبخليها لآخر شي مشان من اللحمة أتبق كل الماء تبعيدها وهلأ أبحط لها ورقة نيلون وبغلفها وبتركها أقل شي ساعتين وإذا بتحبوه فيكن تنقعوها كل الليل هيك بهالطريقة وعندي هون مقلية بحمية وبدي حط بقلبها دهن من الغنم هايدي يلي رح تعطيني طعمي للشاورمة غير شكل مثل طعمة المحلات شكرا لكم وهلأ بس تستوي عندي الشوارمة بحط الله ملح. انا ما حطيت له ملح حتى ما تبقى الماء تبعيتها وتقسى معي بالقل. هيك بتضلع رخصة وتجوسي. وانتو اذا بتحبوا تحطوا مع النقعة بنادورة او بصل او فلفلة حمراء هدا الشي اختياري. وانا هوني حضرت خس فرمته فرم ناعم وقطعت بنادورة حطيت خيار مكبوس وعندي لفت وعملت طراتور او صاص الطحينة وحضرت السلاطة يلي هي عبارة عن بقدونس وبصل وسماء. انتو يلي بتحبوه حطو واكيد ما فينا ننسى البطاطا المقلية. عندي هون خبز صاج. رح حط طحينة. هلا حط الشاورما. ما فيني اخبركن عن ريحتها غير شكل. بدي حط سلاطة. خيار مكبوس. لفت. بنادورة اذا بتحبو. وشوي من البطاطا المقلية. وراح حطه على المكبس. وهيك ما نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. ان شاء الله بتعجبكن. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وصحتين.